وهو يحذر من الكبر باعتباره مرضا فتاكا يصيب بعض الناس يقول محذرا إياك والكبر فإنه داعية المقت أي المتكبر ممقوط من الله تعالى لأنه ينازع الله تعالى في ملكوته وفي ملكه بأن الكبرياء لا يكون إلا لله تعالى وفي النهاية أنت بشر وقال الله تعالى للنبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الفرق أنه يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم وكما جاء في صفته وفي هديه عليه الصلاة والسلام أن الغريب كان لا يستطيع تمييز النبي من أصحابه عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه بعد أن يسلم يقول أيكم محمد يعني من فيكم محمد وبعض أهل المدينة عند الهجرة يعني ظن أبا بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام فلم يميز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا بمجلس خاص ولا بسياب خاص ولا بزي خاص وإنما عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس جميعا على أنه واحد منهم وفي يعني رحلة الزهاب إلى بدر لغزوة بدر الكبرى كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سنين من الصحابة مع علي وأبي لباب على ما أذكر فكان كل من السلاسة يركب مرة ويمشي حتى يركب الإثنان ويقول النبي بتواضع يعني لما قال يا رسول الله نؤثرك على أنفسنا لتركب أنت ونمشي نحن فقلستما بأقوى مني على المشي ولست بأغنى منكما عن الأجر والله تعالى أعلى وأعلم هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال إمامنا أنه قال أهل التقوى أيسر الناس أو أيسر أغل الدنيا مأونة أغل التقوى بيرضوا بالقليل مش معنى ذلك أنهم لا يعملون لا يصنعون لا يجتهدون لتأمين المستقبل لا يفتتحون مصانع ولا شركات لا يسافرون لا أبدا من قال ذلك هم يفعلون ذلك لكن بدون تكلف فالحياة سغلة لا نعقدها لا نعقدها فهم لا يبالغون في النفقة ولا يكسرون بخواطر غيرهم من الفقراء أو غير القادرين فهم أيسر أغل الدنيا مأونة وأكسرهم معونة أكسرهم بزلا وعطاء ومساعدة ده معنى كلام الإمام وكانه كان يتكلم عن نفسه رضي الله تعالى عنه أرضاه ثم قال إن سيت ذكروك أي إن سيت ذكر الله تعالى ذكروك أي سيكونون عونا لك على طاعة الله تعالى ولذلك إياك أن تصحب البطالين المنحرفين أن تجالسهم أن تصغي لمعصول كلامهم أن تستمع لبطولاتهم المزيفة في فعل المعاصي أو ارتكاب الموبقات والوقوع في المنكرات ابتعد عن أمثال هؤلاء فهؤلاء مرضى إياك ثم إياك أن تجالسهم أن تستمع لكلامهم مخافة أن ينتقل إليك المرض الذي أصابهم أما التقي النقي إن نسيت ذكر الله ذكرك ذكرك بحاله إنت رأيت قام صلى لله ركعتين في جوف الليل فقلته رأيته أمسك بالمصحف ليقرأ ورده قلته رأيته يساعد فقيرا أو مسكينا مع قدرتك على فعل ذلك قلته رأيته يستغفر الله تعالى ويبكي قلته وأشرنا لما رواه أفلح مولى الإمام محمد بن علي الباقر لما ذهب حادا والناس من حوله يأتمون به في الحد فلما رأى الكعبة بكى فمن شدة بكائه بكى من معه كل الرجال الذين معه بكوا والنساء فقالوا له يعني أرفق بنفسك شوية شوية انت حتبهدل نفسك كده تتعب نفسك هون على نفسك قال لعل الله تعالى ينظر إلي نظرة رحمة لأفوز بها غدا يوم القيامة دا المعنى وبعدين أفلح كما قلنا ذلك في اللقاء قبل السابق لما طاف الإمام ثم ركع ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم فبعد ما قام الإمام وجدوا مكان السجود مبللا مية مصبوبة في المكان من الدموع فهكذا كان السابقون يقتدون بالصالحين وبالعلماء العاملين إن سيت ذكروك بحالهم وكم من حال كان أبلغ من ألف مقال فما قيمة مقال بغير حال لأن الواعز أو الداعية أو الموجه أو المربي ليس جهاز تسجيل يلقي مجرد كلام إنما هو جهاز تنفيذ هتف يعني العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل العلم بينادي على العمل فهم وجهان لعملة واحدة لا يفترقان إن افترقا لا قيمة لعلم بلا عمل ولا قيمة لعمل بلا علم فكلاهما يحتاج إلى الآخر وإن سيت ذكروك وإن ذكرت ربك أعانوك أعانوك على الزكر هيأوا لك الجو أعانوك بكسرة ذكرهم لأن الطائع حينما يرى موكب الطائعين فينضم لذلك الموكب تهون عليه الطاعة تهون عليه الطاعة حينما ترى الكل يذكر الله يقرأ قرآن يصلي صلاة قيام وتشاركهم تخف عليك الطاعة ولذلك من أسرار أداء الصلوات في جماعة أنها تخف هذا أمر الأمر الآخر إنك تشعر بأنك لست وحدك لله تعالى عابدة بل أنت جزء من كل ولذلك في الفاتحة نردد قول الله إياك نعبد لا أقول إياك أعبد ربما أشعرني ذلك بأنني أعبد وغير لا يعبد أشعرني بشيء من الغرور من الفخر والخيلاء لا دا كلنا نعبد وإياك نستعين كلنا جميعا نستعين ثم ندعو إهدنا الصراط المستقيم وهكذا إن سيت ذكروك وإن ذكرت أعنوك قوالين بحق الله قوامين بأمر الله أي لا يتكلمون إلا بصدق بحق فلديهم عفة لسان ينتقون كلامهم كما ننتقي أطايب السمر فينتقون كلامهم فلا تسمع منهم إلا الحق إلا الخير قوامين بأمر الله صيغة مبلغة أي كسير القيام بأمر الله بأوامر الله تعالى فحينما تنضم لأمثال هؤلاء ما أسعدك وما أهنأك حينما تنضم لأمثال هؤلاء أهل التقوى أيسر أغل الدنيا مأونة وأكثرهم معونة إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك قوالين بحق الله قوامين بأمر الله يعني إلزم هؤلاء ده المعنى الدقيق لإمامنا يقول ذلك لأصحابه ودي خطبة من أبلغ الخطب والله تكفي بعد حمد الله تعالى والشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الكلمتين دول وبعدين نجلس ونقوم للخطبة الثانية والله هذه خطبة ومن أبلغ الخطب على الإطلاق لما أقول إلزموا عباد الله أهل التقوى فهم أيسر أغل الدنيا مأونة ما عندهمش تكلف أبدا وهم أكثرهم معونة إن نسيت ذكر الله ذكروك وإن ذكرت الله أعانوك قوالين بحق الله قوامين بأمر الله وإذا تفصيل بعد إجمال هؤلاء هم أهل التقوى هذه صفات أهل التقوى عند إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترجمة نانسي قنقر